السلام عليكم الطلبة العزاء ورحب بكم من خلال منصة التعليم الالكتروني ان شاء الله هذه المحاضرة الاولى تكون لنا فيما يخص مادة الهيت ترانسفير رح تكون هذه المحاضرة الاولى هي محاضرة تعريفية عن ما هو انتقال الحرارة وما هي وسائط انتقال الحرارة والقوانين الخاصة بها فبالبدء ما هو انتقال الحرارة وانتقال الحرارة التي يحاولون انتقال الحرارة التي يحاولون انتقال الحرارة بين الجزئات المادة أو ذراتها تعتمد بالاصل على الحافظ الرئيسي وهو التعليم الالكتروني بدون فرق درجات الحرارة بين طرفين لا يمكن ان يحدث انتقال للطاقة الحرارية وبعبارة اخرى اذا ردنا نلخص هذا التعريف نقدر نقول الحافظ الرئيسي المهم بعملية انتقال الطاقة الحرارية هو وجود فرق بدرجات الحرارة بين طرفين من خلال ملاحظتنا لهذه الشريحة يمكن ان نتابع انه لدينا الثرمال انرجي والتيمبرتشار والهيتو ترانسفير هناك رموز يجب ان نكون على علم بهذه الرموز وبححدات قياس هذه الرموز المقصود هنا انه درجة الحرارة احنا غالبا ما نشير الها اثناء دراستنا بالرمز تي وهي تقاس بالكلفن او سنتيغريت وتتعرفون انه احنا دائما بالقوانين مثل قوانين الثرمو داينميك غالبا نعتمد على وحدة القياس اللي هي الكلفن لذلك فيجب ان تكون ببالك انه 273 زائد السيليزي حتى نحول الى كلفن فيما يخص رموز الهيت فرموز الهيت اذا كان الرمز هو كابيتل فوحداته هو جول وهذا تعبير عن الحرارة واذا تكلمنا عن مقدار الحرارة المنتقلة هيت ترانسفير ريت هيت ترانسفير ريت نرمزها بالرمز كيو وهو يقاس بوحدة الواط واذا كانت بير يونت متر مربع بير يونت متر سكوير يعني معناته اذا كانت الكمية الحرارة المنتقلة بوحدة المساحة فتسمى بالهيت فلاكس الهيت فلاكس يرمزها بالرمز كيو دابل داش ووحدة قياسة هي الواط على متر تربيع اذا نتكلم عن مودز أو فيت ترانسفير ما هي وسائط انتقال الطاقة الحرارية وسائط انتقال الطاقة الحرارية تعتمد على الوسط الناقل يعني وسيلة انتقال الحرارة تعتمد على انه هذه الحرارة تنتقل من خلال اجسام صليبة اذا تسمى بالكوندكشن اذا آلية انتقال الحرارة بالاتسام الصليبة تسمى بالكوندكشن وهذا هو مثال على انتقال الحرارة بالكوندكشن نلاحظ عندنا جسم قد يكون هذا الجدار عندنا طرفين عندنا T1 وعندنا T2 وعندنا المحفز لانتقال الطاقة الحرارية وهو T1 أكبر من T2 وبالتالي من تولد فرق بدرجات الحرارة تولد عندنا جريان للطاقة الحرارية هذا الجريان يكون اتجاهها من T1 ل T2 ليش سميت هذه العملية بالconduction سميت هذه العملية بالconduction وهو معناتها التوصيل بسبب أنه جزائيات المادة الصليبة تكون متقاربة فيما بينها وهذا التقارب يمنع حرية الحركة للجزائية الجزائية عند طرف T1 تكتسب نتيجة وجود مصدر حراري تكتسب طاقة هذه الجزائية ستبدي تنتقل نتيجة التلاسق الجزائيات فيما بينها لا يمكنها الانتقال لذلك تولد اهتزاز هذا الاهتزاز ينتقل للجزائيات القريبة يمهى وهذا الاهتزاز من الجزائيات القريبة ينتقل للجزائيات الملاسقة وهكذا فيصر عملية نقل الطاقة بعملية اللي هو الاهتزاز ويتكون تسمى بالتوصيل الطريقة الثانية لانتقال الحرارة يكون عبر الفلويدز الفلويدز هذه الكلمة هي كلمة شاملة للسوائل والغازات فإذا افترض ما عندنا سطح وهذا السطح قد يكون سطح معدني وهذا السطح مسخن بدرجة حرارة T-S وهذا T-S أعلى من T-Infinity T-Infinity هي درجة حرارة الفلويد هذا هي درجة حرارة الفلويد الفلويد هذا مثل ما قلنا هو يأما ماء يأما هواء يأما أي سائل أو أي غاز فنتيجة وجود المسبب اللي هو أنه فرق بدرجات الحرارة راح تتولد عندنا انتقال طاقة حرارية هذه الطاقة الحرارية تكون متجهة من الأسفل إلى الأعلى يعني من السطح الحار للسطح البارد من البليت إلى الفلويد وعملية الانتقال تكون كالآتي أن جزيئات القريبة من جزيئات المائع الهواء أو الماء القريبة من السطح الحار راح تكتسب طاقة تمكنها من الانتقال إلى أعلى وبالتالي استدامها بجزيئات أعلى وهذه الجزيئة تصدم بجزيئة أعلى وهذه الجزيئة تصدم بجزيئة أعلى وهكذا هذا الاستدام يولد عنه انتقال بالطاقة الحرارية نعم بالغازات الجزيئات متباعدة فيما بينها فالجزيئة الغاز تنتقل وتصطدم بالسوائل الجزيئة ما عندها نفس الحرية الموجودة بالغازات لذلك فإن الجزيئة تتعرض إلى ما يسمى بالدوران الروتيشن وكذلك الفايبريشن يعني بمعنى أن الجزيئة تلتف حول نفسها وتولد نقل للطاقة هذه الميكانيزم موجودة بالسوائل وميكانيزم الكولوجينز التصادم موجودة بالغازات هذا فيما يعرف بآلية انتقال الحرارة بالكونفكشن الوسيلة الثالثة لانتقال الطاقة الحرارية هي وسيلة الرادييشن وسيلة الرادييشن اللي هي هذه هذه الوسيلة هي يونيك يونيك يعني معناته مميزة أو فريدة هذه التقنية أو هذه الوسيلة بانتقال الطاقة هي تحدث في أي مكان وتحدث لجميع الأجسام ولا تحتاج إلى فرق بدرجات الحرارة حتى تتولد عملية الانبعاث بالرادييشن أي بمعنى لا افترضنا أنه شخص رمز بالرمز واحد وشخص ثاني رمز بالرمز اثنيا متقابلين يعني بياناتهم مسافة معينة هذا الشخص الأول راح يبعث اشعاع بالرادييشن قيمته تساوي درجة حرارته للشخص الأول مضروبة في ثابت يسمى ثابت ستيف بولتزمان الشخص الثاني أيضا راح يولد انبعاث للطاقة هذا هي Q1 وهذا هي Q2 وهاي مقدارها أيضا هي T2 مضروبة في ثابت ستيف بولتزمان ثابت ستيف بولتزمان هو عالم درس الحالة عن طريق التجارب وضع قيمة ثابتة تستخدم هذه القيمة الثابتة لحساب كمية الحرارة المنبعثة من الأجسام بالرادييشن الرادييشن بالأحرى هو فتشي فيزياوي يعتمد مو فقط على درجة حرارة الجسم درجة حرارة الجسم هذا فتشي مبدئي أو أولي عندما ردنا نقيص كمية الحرارة المنبعثة من الأجسام أكو عوامل أخرى بالانجليز يسموها فاكترز رح تدخل عند الحسابات الدقيقة للإشعاع المنبعث من الأجسام على كل حال إذا نرجع نريد نقول من راح يتغلب إشعاع الجسم الأول باتجاه الثاني أو الثاني باتجاه الأول بما أنه ثابت ستيف بولتزمان هو قيمة ثابتة إذن اللي راح يحدد هو التيوان والتيتو منه الأكبر التيوان أو التيتو هي راح تحدد يا إشعاع راح يتغلب وبالتالي يصدم الجسم الثاني فلو افترضنا أنه تيوان أعلى من التيتو راح يكون الإشعاع المنبعث من التيوان هو اللي يتغلب ويصدم الجسم الثاني هذا بشكل مختصر راح ندخل بشكل أدق لتفاصيل المودز عن طريق العلماء اللي وضعوا نماذج رياضية لقياس بشكل تحليلي قياس كمية الحرارة المبعثة بكل طريقة كيفية حساب الحرارة المنتقلة بالتوصيل وبالتحميل وبالرادية فهنا نلاحظ بهذا السلايد اللي احنا تكلمنا عنه أنه هنا نعدنا الأجسام الصليبة وهذا الجزيئات شون متقاربة فيما بينها وبالتالي فهي تهتز فقط وهذا فيما يخص السوائل السوائل نوعا ما الجزيئات عندها حرية أكثر من الحالة الصليبة لذلك فهي تمتاز أنها تتعرض إلى ما يسمى بالفايبريشن وكذلك تتعرض إلى ما يسمى بالروتيشن سير عدها دوران نوعا ما أما بالحالة الثالثة الحالة الغازية فالجزيئات تمتلك حرية كبيرة جدا تمتمكنها من الانتقال وبالتالي حدوث الكولوجينز لاستدام وبالتالي نقل الطاقة عن طريق الاستدام نتكلم عن أول حالة اللي هي الكوندكشن وهو انتقال الحرارة بالتوصيل وهي تحدث فقط للأجسام الصليبة عالم فيزيائي اسمه فوريار هذا العالم هو درس الرياضيات أيضا اسمه فوريار وهو فرنسي الجنسية وضع نموذج رياضي يمكن من خلال حساب كمية الحرارة المنتقلة بالتوصيل خلال الأجسام الصليبة القانون بما أنه حاط دبل داش هنا فإذن هذا القانون هو هيتفلكس أي بمعنى واط على متر تربيع النتيجة مالتها راح تكون القانون اللاحظ بيه الإشارة السالبة واللاحظ بيه كي واللاحظ بيه الرمز المثلث المقلوب والتي أحب أريد أقول لك خل بالبداية نبدي شنو هذا الرمز هذا الرمز المثلث المقلوب هو الـ Temperature Gradient بالبداية لازم نفتهم أنه هذا الرمز يسمى يا أما الـ Gradient أو علماء الرياضيات يطلقون عليه اللابلاسيان اللابلاسيان أو الـ Gradient لازم تعرف أنه الحرارة من تنتقل هي بالحقيقة تنتقل 3D يعني تنتقل باتجاه الـ X وباتجاه الـ Y وباتجاه الـ Z ما تنتقل باتجاه واحد فقط زين لذلك تم التعبير عنها بالـ Gradient أي أن الحرارة تنتقل من جسم من نقطة إلى نقطة أخرى الحرارة راح تنتقل بإنحدار نلاحظ الشكل التالي إذا افترض ما هذا جدار وافترض ما هنا عندنا مصدر حراري قد يكون أكو عندنا شميس وهذه الشميس اللي هي ولدت حرارة تسببت بارتفاع درجة الحرارة T1 أعلى من T2 وبالتالي ولدت عندنا انتقال للطاقة الحرارية عبر الجدار زين الحرارة شون تنتقل؟ تنتقل هل تنتقل بشكل خطي؟ إذا انتقلت بشكل خطي يعني معنات T1 تساوي أن T2 وبالتالي هذا ما يكون فرق بدرجات الحرارة وبالتالي راح مسبب انتقال الحرارة فمن البديه أن الحرارة تنتقل من T1 للT2 عن طريق انحدار عن طريق انه كل ما نمشي مسافة داخل الجدار كمية الحرارة تنخفض تنخفض إلى أن توصل لقيمة T2 هذا الانحدار في درجات الحرارة يعبر عنه رياضيا بD over DX زين احنا عبرنا عنه بالDX ليش؟ لأنه اتجاه الحرارة هو باتجاه الX أما بالحقيقة الحرارة هي أيضا تتجه باتجاه الY وتتجه أيضا باتجاه الZ لذلك هذا الـGredient اللي هو الأبلاسيان هو بالأصل DT over DX DT over DY DT over DZ لذلك هو انحدار درجات الحرارة بكل الاتجاهات انحدار درجات الحرارة بكل الاتجاهات زين احنا للسهولة بالبداية رح ندرس الOne Dimensional الOne Dimensional معناتها انه احنا رح ندرس انتقال الحرارة باتجاه واحد فقط وقررنا انه يكون انتقال الحرارة باتجاه الX لذلك رح نحدث تغير درجة الحرارة باتجاه الX وباتجاه الY وباتجاه الZ احنا أيضا الـGredient يعني شنو معناتها؟ معناتها هو تغير انحدار يعني تغير درجة الحرارة يعني كلما نمشي احنا باتجاه الX كلما تتغير درجة الحرارة وذا تتغير بشكل انحداري بشكل انه هي تتنحدر يعني ذا تتناقص زين خلصنا من هذا الرمز الكي شنو؟ الكي هو ما يعرف ب coefficient of conduction معامل التوصيل معامل التوصيل هو عبارة عن قيمة تم حسابها مقبل العلماء قيمة تم حسابها من قبل العلماء وهاي القيمة تم حسابها عن طريق التجارب تم حساب هذه القيمة عن طريق التجارب ونشوف هذا الـTable راح نلاحظ انه حطينا قيم لأهم المعادن اللي دائما نستخدمها بامثلة انتقال الحرارة وهي شائعة الاستخدام من قبل المهندسين الميكانيكيين اللي هي النحاس اللي هي الألمنيوم وفقط طبعا هو قليل الاستخدام لكن هو جدا فعال اللي هو الـDiamond اللي هو الماس قيمة الكي اللي هنا نلاحظها 400 هنا نلاحظها 200 هنا نلاحظها 2000 قيمة الكي تعبر عن مدى موصلية هذا الجسم للحرارة فنلاحظ انه النحاس هو ضعف الألمنيوم وبالتالي هذا يطيق انطباع انه النحاس هو اكثر موصلية حرارية من الألمنيوم واكثرهم هو الـDiamond اللي هو الماس الماس يعتبر موصل يعني فائق للحرارة لذلك هو جدا جدا يعني استخداماته جدا فعالة نعم ننتبه قبل ما اكمل الجزء هذا هذا الجزء اللي هو خاص بكمي بمقدار الكي للهواء والماء راح نقول احنا هذا نتكلم عن توصيل الماء والهواء يعتبرونه من الفلودز ليش الها كي هذا السؤال راح نجاوب عليه احنا اذا في حالة نفترض عندنا زجاج دبل غلاس عندنا نافذة دبل غلاس يعني هذا معناتها دبل غلاس هذا وان وهذا تو وفيما بيناتهم اكو هواء هذا الهواء عندما يمتاز هذا الهواء سواء هواء او ما عندما يمتاز بالصفتين التالية واحد عندما يكون ساكن اثنين عندما يكون السمك نحيف عندما يتوفر بهذه الشرطين راح يعامل معاملة الجسم الصلب راح يعامل معاملة الجسم الصلب وبالتالي كان من الضروري انه نوفر لقيمة للكي الكي اللي هي موصلية الموصلية مال الهواء والموصلية مال الماء لذلك انه اكو هواية تطبيقات من هاي التطبيقات انه تنتقل الحرارة من السطح هذا رقم واحد ومن ثم تنتقل عبر الهواء او الماء الى السطح رقم الثنين آلية الانتقال عند توفر هاي الشرطين راح يكون بالتوصيل وليس بالتحميل على اعتبار انه هذا الجزء راح يعتبر جزء صلب لانه ساكن وسمكة نحيف زين نكمل بما انه احنا اتفقنا انه الصيغة الرياضية لفوريار راح تكتب لون دايمينشنال راح تكتب بهاي الصيغة اللي هي صيغة الفلاكس بدون ايرية وهنا الكي تكلمنا عنه وتكلمنا عن تغير درجة الحرارة هذا الانحدار راح نعيده نقول عليه تغير درجة الحرارة باتجاه الاكس يمكن كتابتها بالصيغة تي تو ماينس تي وان هنانا راح تعرف ليش حطينا الاشارة السالبة بقانون فوريار حطينا الاشارة السالبة لانه احنا قلنا الحرارة تنتقل عندما تكون تي وان اعلى من تي تو بس من نجي نكتب صيغة الدلتا يعني من نجي نكتب كيو تساوينا ماينس كي ماينس كي دلتا تي اوبر دلتا اكس هاي الصيغة اللي هي صيغة المشتقة كتبناها بصيغة الدلتا ونعرف الدلتا هي دائما تي تو ماينس تي وان اكس تو ماينس اكس وان راح تعرف انه هاي القيمة صغيرة ناقصا كبير يطيق قيمة سالبة لذلك كان من المفروض نحط سالب اوت حتى يلغيننا السالب اللي ينتج من هذه العملية وكذلك تعرف التبرياضيات اذا سوينا فليبينغ اذا سوينا قلب انه تي وان ماينس تي تو راح ينطلع سالب بره وسالب في السالب موجب وبالتالي تطلع القيمة ما الانتقال الحرارة يكون قيمتها موجبة هذا الغرض من انه فوريا رحط سالب بمقدمة المعادلة مالته زين اكس تو ناقصا اكس وان اكس تو قيمتها جقد اذا هذا الاكس وان وهذا الاكس تو الاكس تو قيمتها هي ال والاكس وان قيمتها صفر فبالتالي المعادلة تنكتب انه تي وان ماينس تي تو على ال اذا ردنا الهيت الهيت ترانسفير ريت بالواط كل ما هنالك انه الهيت فلاكس تنضرب في الارية اذا هنانا الهيت فلاكس انضربت في الارية وبالتالي حصنا على قانون فوريا بالوحدات الواط زين اكو نقطة مهمة احب اشير لها شنو هي الارية او الارية شون تحسب الارية هي ليست الجزء هذا هذا خطأ هذا خطأ الارية هي هذا الجزء اللي احنا غير نحسبها هذه الجزء هذه هي الارية الارية هذه هي المضبوطة ليش لانه عامودية على اتجاه الحرارة اذا الارية يجب ان تكون العامودية على اتجاه الحرارة اذا العامودية على اتجاه الحرارة اذا هذا اذا سميته هنا ال 1 وهذا الارتفاع اسمي ال 2 فهي عبارة عن الارية تساوي ال 1 في ال ال 2 واضح ان شاء الله زي ننتقل الى كيفية كيفية حساب الكونفكشن الكونفكشن كذلك عالم نيوتن معروف وضع قانون سموه نيوتن كولنج لو هذا هو القانون اللي هو ينص على انه كذلك هذا بصيغة الفلكس يعني من احتاج الارية حاليا فاستخدم ال H في تي اس ماينس تي انفينيتي تي اس هي درجة حرارة السطح و تي انفينيتي هي درجة حرارة المائع اللي يجري فوق السطح وبالفعل من نقدر نقول تي اس يجب ان تكون اعلى من تي انفينيتي حتى يتولد عندك سبب لانتقال الحرارة ال H هي ايضا كومفكشن كوفيشن معامل التحميل وهي ايضا تشابه الكي اي بمعنى انه تم حسابها من خلال التجارب ووضعنا هذا التايبل هذا خاص بالوتر هذا خاص بالاير وهاي قيمة يعني فتخمين لقيمة ال H بحالة النيتشرال وحالة الفورسد شن هي النيتشرال شن هو الفورسد اذا جينا قلنا انه انت قاعد في غرفة وهذه الغرفة مزدودة الباب هو المروحة مطفية المروحة من تكون مطفية جسمك يفقد حرارة الى الهواء اللي موجود بالغرفة بطريقة طبيعية تسمى نيتشرال تسمى نيتشرال وتكون قيمة ال H بهذه الحالة قليلة ليش قيمة ال H قليلة لانه ماكو تيارات هوائية تساعد بتحفيز عملية انتقال الحرارة زين شغلنا المروحة صار هناك تيار هوائي هذا التيار الهوائي يمر على جسمك يتبادل ويا جسمك الحرارة بمعنى سويناه فورسد اي قصري التيار صار قصري وبالتالي قيمة ال H تكون عالية اي عملية تبادل الحرارة راح تكون ممتازة وبالتالي راح تزداد قيمة ال H شوف هناك ال H اقل من الف هناك اقل من عشرة الاف مثل ما دائما نقول هذا قيمتها واط على عفو وحداتها واط على متر تربيع اللي هنا هي فلاكس إذا ردنا يكتبها بصيغة الواط لازم نضرب في الارية وهاي الارية أيضا العامودية على انتقال الحرارة يعني إذا احنا اضطينا 3D لهذه البلايت فراح يكون هذا العرض ما للبلايت L1 وهذا L2 فL1 في L2 نقدر نحصل على الارية اللي تتعوض بقانون الكونفكشن الرادييشن الرادييشن إذا افترضنا عدنا سطح خلينا نقول هذا مثل سطح الأرض وعدنا إشعاع ساقط قد يكون هذا الإشعاع ساقط من الشمس من سبب تسخين ارتفاع سطح الأرض رح يبدأ يبعث طاقة هذه الطاقة المنبعثة هي تبعث بالرادييشن تحسب من خلال القانون اللي قلنا عليه درجة حرارة السطح مضروبة في ثابت ستيف بولتزمان هذا الانيرجي فلو ديو تو اميشن يعني الطاقة المنبعثة بسبب الانبعاثية حتقول لي احنا ما تكلمنا عن باور فور يعني الأس أربعة الأس أربعة هذا إلى علاقة بالفيزية لأنه هي موجات كهرومغناطيسية فمن تتعمق بالفيزية دائما الموجات الكهرومغناطيسية لها علاقة بالأس الرابع لدرجة حرارة السطح هذا انت في غنى عنه المهم احنا نحفظها انه ثابت ستيف بولتزمان في درجة حرارة السطح أس أربعة زين رادوا العلماء انه يبسطون الرادييشن حتى يكون مستساغ ويكون سهل الفهم فقالوا انقرب معادلة رياضية او نشكل معادلة رياضية نجمع كل الفكترات اللي يتأثر كل المعامل التي يتأثر بعملية انبعاث الحرارة بالإشعاع بمعادلة رياضية تشبه الكونفكشن فلذلك كتبوا صيغة رياضية اللي هي الكيو رادييشن تساوينا HR في TS minus T surrounded شوف انت به هنانا هنانا مختص تخدمنا T infinity مثل الهواء او الماء يعني مثل ما مثل ما هنانا كتبنا انه للهواء T infinity بس ما كتبنا للرادييشن لانه الرادييشن ما يبعث للهواء ما كو رادييشن من جسم للهواء الرادييشن يكون من جسم الى جسم مقابيلة لذلك هذا الجسم المقابيلة بما انه هو unknown يعني غير معروف سمينا بالsurrounded لذلك حطينا لدرجة حرارة سمينا T surrounded وبالتالي كتبنا بصيغة تشابط صيغة الconvection الHR حتقول لي اكو تايبولات للHR لا الHR هنا هي بالحقيقة مو من التايبولات مثل الconvection الHR احنا هنا حطينا بها مثل ما قلت كل الفكترات اللي تأثر على الحرارة منتقلة بالإشعاع يعني شنو يعني من المعامل اللي تأثر بعملية انتقال الحرارة بالإشعاع الاميسيفيتي هذه هي الاميسيفيتي الاميسيفيتي هي الاميسيفيتي وهي تعتمد على لون المادة يعني بمعنى إذا كان السطح لون أسود الاميسيفيتي مالتا واحد وهو يعتبر أعلى مقدار للامبعاثية مثل ما درسنا أنه الجسم الأسود هو ماص من الدرجة الأولى وباعث من الدرجة الأولى وبالتالي باقي الألوان الرمادي الأبيض الرصاص العفو الأزرق كمية الحرارة المنتقلة بال رادياشن بالإشعاع أما هذا ستيفن بولتزمان هذا تكلمنا عنه و تي أس إحنا بينا قلنا إنه هي مثابت ستيف بولتزمان أس أربعة هذا الأس أربعة جزئنا سوينا تي أس زائدا تي سوراوندد و تي أس سكوير زائدا تي سوراوندد سكوير وبالتالي بتضرب تجمع الأسس ومننا نرجع نحطها هنا هذا فرق بين مربعين يصير ويرجع ينحط هنا بقيمة ال H من تعوض هنا يصر عملية الضرب وبالتالي نحصر على الكيو رادياشن زين الكيو رادياشن المتبادل بين جسمين هذا الكيو رادياشن من جسم واحد من سطح واحد زين إذا أردنا نتكلم عن موضوع مهم جدا اللي هو Surface Balance Surface Balance انتبه ويايا إذا افترضنا إنه عندنا جدار هذا الجدار هنا عندنا مصدر حراري خلين نقول شمس ولدت حرارة ارتفع عندنا السطح T1 درجة حرارته صار فرق بين T1 وال T2 سبب عملية جريان للحرارة الحرارة راح تجري من T1 للT2 بما أنه جسم صلب راح تنتقل بما يعرف بطريقة الكوندكشن من توصل الحرارة إلى T2 راح يصير أكو فقدان حراري عند النقطة T2 سبب شنو سبب أنه أكو تيار هوائي أو تيار مائي عبرنا عنه بالفلويد موجود عند النقطة T2 فراح يصير انتقال حرارة من T2 إلى الفلويد بما يعرف بالكون كون إذا افترضنا أكو جسم يحيط بنقطة T2 هذا الجسم راح يتبادل بالحرارة مع نقطة T2 بما يعرف بالكيو رادييشن إذن إذا ردنا نكتب ملخص أو اتزان حراري لنقطة T2 هاي نقطة T2 إذا ردنا نسوي لها فد ملخص نقطة T2 إجاه كيو كوندكشن انبعث منه كيو كوندكشن وانبعث منه كيو رادييشن إذن كيو كوندكشن هي بالحقيقة تساوي مجموع الكندكشن زائدا رادييشن هذا يعرف بالسيرفز إنرجي بلانس السيرفز إنرجي بلانس الكيو تساوينا هاي طبعا هي الكيو كوندكشن تساوينا الكيو كوندكشن زائدا الكيو رادييشن الكيو كوندكشن هذا قانونها وتلاحظ H هو معامل التحميل اللي هو من الجداول وتلاحظ كتبنا TS اللي هي طبعا T2 هاي المقصود بيها TS تساوينا T2 فالتس ناقصا T-infinity ليش لأنه T-infinity هي درجة حرارة المائع لها علاقة بالمائع زين زائدا الكيو رادييشن والكيو رادييشن عبرنا عنها بالقانون HR TS ناقصا T-surrounded وهو هذا T-surrounded اللي هو إلى علاقة بالجسم المحيط بنقطة التو بنقطة التو وبالتالي HR تقدر تحسبها من هذا القانون اللي إحنا يعني سابقا أوضحنا اللي هو الانبعاثية وستيفن بولت تزمان ودرجة حرارة السطح نفسه زائدا درجة حرارة السوراوندد المحيط به ونفس العملية هنا السثنية فتحسب توضع مجرد تعويض ونحسب كمية الحرارة الداخلة للنقطة بالتوصيل هذا مهم جدا الكونسيبت أو هذا المفهوم جدا أنه أنت تنتبه علي لأننا راح نستخدم الاتزان الحراري هذا يعرف بالاتزان الحراري هذا اللي أتكلم عنه هو أنا كله دا أطيك يعني رؤوس أقلام لمواضيع راح ندخل بيها بالتفصيل بالبداية حبيت أوضح لك رؤوس أقلام من حنا أخذ أمثلة راح يصير تعزيز المادة عندك أسهل راح بس نجيب نعوض نصير عندنا عملية تعويض من المحاضرات السابقة نعوضها بالأمثلة وبالتالي يصير عندك فد مفهوم كلش لطيف عن انتقال الحرارة وآلياتها ويكون بشكل كل السلس المفهوم الأخير اللي أريد أوضح لك أنه العلماء من شافوا أنه انتقال الحرارة سببه فرق بدرجات الحرارة بين نقطين تي وان و تي تو الفرق بدرجة الحرارة فيما بين تي وان و تي تو سبب جريان كيو قالوا العلماء إحنا هذا العملية تشابه لحد كبير عملية انتقال التيار الكهربائي فجوي على قانون concept of ohm law الconcept of ohm's law اللي هو قانون ohm للتيار فالتيار عد قانون ohm هو الفولتية على المقاومة إذن التيار هو ما يسري بين نقطين إذن هو يشابه الكيو زين الفولتية هو فرق الفولتية بين نقطين هي اللي تسبب بجريان التيار فعبرنا عن الفولتية بدلتا تي دلتا تي إذن صار عدنا تشبيه كامل وقعدنا فقط الار العلماء قالوا كل شي متبقي بالقوانين هو نعتبره اار يعني شنو يعني إذا نجي على قانون الكوندكشن نلاحظ قانون الكوندكشن التوصيل اللي هو minus k a dt over dl التوصيل هذا شبهناها بأنها هي الفولتية والكيو شبهنا بالتيار بقى عندك هذا المقدار اللي هي k a والl k a والl هو لازم يكون قيمة الر اللي هي resistance لذلك حتى نعبر عن القانون نعبر عن هذا القانون حتى نعبر عن هذا القانون بصيغة تشابه صيغة اوم فقررنا أنه نكتب مثل هذه الصيغة وهي يساوينا نفس قانون اوم يساوينا أنه التيار يساوي أن الفولتية على المقاومة فإذن هذا التيار هذه الفولتية وهذه المقاومة هاي المقاومة هي كل شي متبقي شنه المتبقي المتبقي L على K A ليش L على K A لأنه هس هذا الار إذا تعوض هنا راح يتعوض Q تساوي delta T over L على K A هذا مقلوب بالرياضيات يرجع يصعد مرت اللخ طبيعي لذلك حطينا هاي الصغير إذن هذا هو قيمة الار thermal بشنو بالكوندكشن زين نفس العملية راح نطبقها على الكونفكشن كونفكشن شنو قانونة قانونة H A TS minus T infinity هذا TS minus T infinity هو الفولتية وهذا هو التيار كل شي متبقي هو لازم يكون مقاومة لازم أحط بصيغة واحد على حتى من أحط بهاي الصيغة الرياضية يرجع طبيعي يعني بمعنى الـ Q تساوي أنه TS minus T infinity على واحد على H A هذا المقلوب يرجع طبيعي لفوق فترجع العملية صحيحة إذن واحد على H A هو مثل مثل R thermal بال convection الـ radiation أيضا نفس العملية هذا قانون الـ radiation هذا هو فرق فرق الفولتية هذا هو الفرق بدرجات الحرارة وهذا هو التيار فبقى عنده H R وال A إذن كذلك واحد على H R A وهذا هو يمثل thermal resistance ناخذ أول مثال بهذا المثال سنلاحظ عندنا جدار هذا جدار سمكة سمكة L ودرجة الحرارة T1 مقدارها 1400 كيلفين T2 مقدارها 1150 كيلفين وبالتالي T1 أكبر من T2 هذا يولد انتقال بالحرارة هذا سمك الجدار سمك الجدار استفاد من عنده إنه يطيني قيمة L اللي تنحط بقانون Fourier طبعا هنا إذا ماذا ماذا تحسب حرارة المنتقلة عبر الجدار خلال الجدار الذي هو نص متر في متر واثنين بالمتر احنا عدنا ابعاد الجدار ابعاده اللي هو هذا ارتفاع الجدار وهذا عرض الجدار وبالتالي هذا راح يمكننا من معرفة الارية لان هذا اتجاه انتقال الحرارة الحرارة تنتقل بهذا الاتجاه هذا الكيو هذا هنا هاي النقطة العفو هاي النقطة هنان هذا هي وان وهاي النقطة هنان هي تو وبالتالي الحرارة تنتقل بهذا الاتجاه الوجه العامودي على انتقال الحرارة هو عبارة عن هذا الوجه العامودي هذا هو الوجه العامودي فلذلك هو الاتج في ال اتج في الو ال اي تساولنا ال اتج في الو اذا حققنا حاليا عرفنا ال ال قيمتها هي 0.15 عرفنا قيمة A بقى عندها قيمة K اللي هي دائما تكون معطاة طبعا نحن دنستخدم قانون Fourier أكيد ليش لأنه انتقال الحرارة ديتم عبر جسم صلب وبالتالي هذا هو قانون Fourier اللي هو K ΔTL ليش ما حطينا هنا سالب لأنه من البداية افتهمنا الفكرة الفكرة انه راح نكتب صيغة T1 ناقصا T2 ما نكتبها T2 ناقصا T1 فماكو حاجة نذكر الماينس بالبداية تلاحظ هنا نحطينا double dash بالبداية طلعنا heat flux مو الهيت الطبيعية اللي هي تقاس بوحدة الواط لذلك كتبنا K ΔT over L ΔT اللي هي معناته T1 ناقصا T2 وهنانا قيمة T1 قيمة T2 معلومة هاي قيمة T2 زين مضروبة في قيمة الكي وقيمة الكي أيضا معطات الوحدات لازم تنتبه عليها Kelvin 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 لأنه الكي وحداتها واط على متر تربيع يعني هنانا إذا ردنا نحط الوحدات راح يصر عندك كالاتي يصر عند قيمة الكي اللي هي واط على متر Kelvin مضروبة في درجة الحرارة مضروبة في درجة الحرارة كيلفن والل وحدتها متر فراح يصر عندك كيلفن كيلفن ويكون عندك النتيجة واط على متر تربيع وهو المطلوب لأنه هاي هيت فلاكس واضح؟ إذا ردنا نحسب الحرارة المنتقلة بوحدة الواط يعني rate of heat transfer مو الهيت فلاكس الريت فلازم نضرب قيمة الفلاكس اللي هي هاي نضربها في الإيرية الإيرية اللي هي قلنا عليها الـ H والـ W فنضربها في قيمة الهيت فلاكس وبكل بساطة نقدر نحصل على كمية الحرارة المنتقلة عبر الجدار بالتوصيل المثال الآخر رح ندمج به الـ Radiation والConvection الـ Convection والRadiation إذا افترضنا أنه عندنا عندنا Steam pipe passes through a room passes through a room in which behith the air and wall are at 25 centigrade the outside diameter of the pipe is 70 mm and its surface temperature emissivity are 20 and 0.8 شوف هنانا surface temperature and emissivity يعني هنانا نعطينا شغلتين في آن واحد نعطينا temperature and emissivity يعني temperature اللي هي 20 والـ Emissivity اللي رح نحتاجها بالـ Radiation قيمة 0.8 يعني معناته هذا مو جسم أسود لو جسم أسود هاي تكون قيمة واحد What are the surface emissivity power and irradiation if the coefficient associate with the convection heat transfer is 15 طبعا هذا convection that transfer from the surface to the air coefficient coefficient associate with the free convection coefficient associate يعني معامل التوصيل معامل عفو آسف معامل التحميل معامل التحميل اللي هي 15 هذه هي معامل التحميل كل معطيات السؤال نقدر نلاحظها من الرسم نقدر نلاحظ أنه ريد نقول أنه هذا هو steam pipe اللي هو عبارة عن أنبوب مربخار من خلاله هذا الأنبوب موضوع في غرفة الغرفة هذه تحتوي على جدران تحيط بالأنبوب ويحتوي أيضا على الهواء نجي بالتفصيل أول أول شي نأخذ الأنبوب نفسه شنو مواصفات الأنبوب عدنا diameter ما للأنبوب ممتاز عدنا length ما للأنبوب إذا لم يعطى مو مشكلة يكون النتائج مالتنا بوحدة الطول يعني بمعنى أنه دائما يطلع النواط على متر هذا طبيعي إذا لم تكون معطات زين نشوف أنه هذا steam pipe درجة حرارة السيرفس مالتها هي 200 سنتيغريت نعم والسطح الخارجي مالتها الانبعاثية مالتها هي 0.8 يعني معناته جسم قد يكون رمادي لذلك نبعاثيته نوعا ما عالية زين خلصنا من مواصفات الأنبوب اللي هو المصدر الحراري اللي من عنده رح تنتقل الحرارة زين نشوف درجة حرارة الغرفة درجة حرارة الغرفة 25 اللي هي أقل بكثير من درجة حرارة الأنبوب وبالتالي هذا يولد فرق بدرجات الحرارة ويولد انتقال حرارة من الأنبوب إلى الهواء بأي وسيلة بوسيلة الكونفكشن أوكي عدنا درجة حرارة الجدار المحيط بالغرفة اللي هو يحيط بالأنبوب بدرجة حرارة 25 أيضا وبالتالي فأكو رادييشن ما بين رادييشن ما بين الأنبوب وما بين الجدار زين طلب بالبداية نحسب what are the surface emissive power and irradiation الامسive power يعني الامبعاثية من جدار الأنبوب اللي هي ال-E هاي يطلبها المطلوب من عدها مثل ما قلنا إحنا إذا ترجع للسلايد إحنا قلنا ما يبعث منه الجسم يعتمد على الامسيفتي الامبعاثية مالتين وستيفن بولتزمن ودرجة حرارة السطح مرفوعة للأس أربعة كلها معطات نقدر نحسبها بكل بساطة زين هذا الرadiation هذا أنا ما ذكرته لكم سابقا صحيح الرadiation هذا هو بالحقيقة يعني معناته الإشعاع الساقط على الأنبوب نفسه يعني إحنا مو قلنا أي جسمين أي جسمين هذا جسم واحد وجسم اثنين هذا الجسم واحد منه تكون درجة حرارة أعلى من جسم اثنين رح تنتقل من عنده الحرارة لجسم اثنين بس جسم اثنين أيضا يسلط حرارة بالإشعاع على الجسم واحد هذه الحرارة على ضعفها تسمى الرadiation ساقطة على الجسم الأول كيف تحسب تحسب أيضا عن طريق نفس القانون تحسب عن طريق نفس القانون بستيفن بولتزمان ودرجة حرارة السوراوندد وهنا نحسب هتقول هذا ما بي اميسيفيتي إذا لم تكن معطا اعتبرها واحد وهنا نمعتبرها واحد زين نجي على النقطة رقم اثنين اللي هو إذا إذا المطلب الثاني من أعطاك معامل التحميل بالفري كومفكشن افترض أنه هنا فري كومفكشن وإحنا أشارين شن هو الفري كومفكشن يعني ما كو تيارات هوائية عالية السرعة فافترض قيمة الـ 15 قيمة منخفضة بسبب فري كومفكشن بسبب عبارة الفري كومفكشن إذن هاي قيمة الـ ما هي كمية الحرارة المنتقلة بسيطة احنا عرفنا قانون الـ هذا هو قانون الـ قانون الـ قانون الـ تساوي إنا H A دلتا T H قيمتها معلومة الإيرية هنانة عندك الـ دايميتر بس ما عندك اللينث زين الإيرية هنانة هاي جدا نقطة مهمة هاي الإيرية أي إيرية يقصد بيها أي إيرية يقصد بيها الإيرية اللي يقصد هنانة هي المساحة السطحية للأنبوب وليست مساحة الأسطوانة هذا الأنبوب هو شكل السطواني وبالتالي بعضكم رح يتوقع أنه رح نتكلم عن مساحة السطوانة لا الحرارة تنتقل من السطح الخارجي للأنبوب هذا السطح الخارجي يعبر عنه بالـ بالمساحة السطحية والمساحة السطحية تقاس أنه مساحة السطحية للأنبوب هي عبارة عن pi dl شين هي pi dl هي عبارة عن المحيط الدائرة في طول الأنبوب محيط الدائرة في طول الأنبوب وهي المساحة السطحية اللي من عندها دي تم بعث الحرارة وبالتالي هي عامودية على انتقال الحرارة سواء بالإشعاع أو سواء بالتحميل إذن صار عندنا معلوم الarea إذن صار عندك دلتا تي اللي هي t surface minus t infinity اللي هي درجة حرارة المائع هذا الh هو given معطى اللي هو قيمة 15 وبالتالي كمية انتقال الحرارة أو مقدار أو معدل انتقال الحرارة راح يكون عندك هنا watt متر راح يكون عندك watt متر ليش watt متر آسف كتبت L watt متر صار watt متر لأنه الـ L مجهول الـ pi معلوم الـ D معلوم الـ L مجهول يعني هنانا قيمة 15 راح تكون معلومة خلينا نكتبها بالوحدات حتى يصار عندك معلوم كمية الحرارة المنتقلة بالـ convection كمية الحرارة المنتقلة بالـ convection فيكون عندك الـ H والـ H وحداته واط على متر تربيع كيلفن مضروبه في الـ area والـ area راح تكون عبارة عن متر تربيع مضروب في temperature temperature ويكون عبارة عن كيلفن فكيلفن كيلفن متر متر يطلع واط زين إذا الـ area أساسا هي ما معلومة الـ area هي عبارة عن متر الـ L لماذا؟ المتر هو جاي من الـ diameter والـ L هو مجهول وهو أيضا وحداته متر فبالتالي راح تطلع عندك الوحدات هنا واط متر زين إحنا هنا ردنا نحسب شنو؟ راح نحسب كمية الحرارة المنتقلة إذن إذا أخذنا surface balance يعني هذا surface balance هذا المساحة السطحية شنو دي ينبعث من عده؟ دي ينبعث من عدها Q-convection وينبعث من عدها Q-radiation فإذا أردنا نحسب كمية الحرارة المنتقلة الكلية total واضح؟ إذا أردنا نحسب كمية الحرارة المنتقلة total راح تكون Q-convection زائد Q-radiation وبالتالي فإنه Q-total هي Q-convection زائد Q-radiation واضح؟ فالQ-convection هي نحسبة H area TS-t infinity زائد Q-radiation emissivity area Stephen Poltisman TS S4 minus TS surrounded S4 وكلها معطات عندك يبقى عندك L مجهولة راح تطلع هذه المقدار بوحدة L بوحدة المتر وهذا per unit length مثل ما نلاحظ هنا واضح؟ فصار عندك الوحدات كلها per unit length وهنا نقدر طبعا بالمسائل ما راح نعوفها بدون ما نعطي قيمة لل-L فرح يكون عندك كلها معطات حتى ال-L راح تكون given فبالتالي انه هسه من نطلب من عندك كمية الحرارة الكلية المنتقلة من سطح الانبوب راح يكون عندك معلوم انه انت تجمع الحرارة المفقودة بالconvection والحرارة المنتقلة بالرادية واضح هذا مثال آخر شبيه بالمثال اللي احنا اعطيناه انه عندك افترضنا هذا هو جسم الانسان هذا هو جسم الانسان هذا جسم الانسان يتكون من skin و fat يعني من دهون وال جلد وافترضنا انه هنان human are able to control their heat production rate and heat losses rate to maintain a nearly constant core temperature هذا الكلام يقول بي انه احنا البشر عدنا قابلية على احنا نكون محافظين على درجة حرارة اجسامنا وبالتالي نحافظ على درجة حرارة core temperature يعني الداخل درجة حرارة الداخل تكون بدرجة حرارة 37 درجة c z بالمناسب المثال الذي قبله هذا المثال تلاحظ انه درجات الحرارة اعطت لكم بال c z منتج تعوضها بهذا المثال لازم كلها يكون 25 25 زائد 273 حتى تتحول الى kelvin نعود للمثال مالتنا هذا المثال يتكلم عن انه الجسم قابل على قادر على المحافظة على درجة الحرارة ان تكون 37 درجة مئوية وهذا الجسم اذا نتكلم بشكل مبسط عن هذا المثال رح نطلب انه درجة حرارة الجسم اللي هي هنانا حولناها الى kelvin ودرجة حرارة السطح الخارجي الملامس للجسم يعني اذا هذا هو جسم الانسان او هذا خلينا نقول جزء من عنده هنا T-surface تختلف عن T-core اي بمعنى انه درجة حرارة السطح اللي هي درجة حرارة الجلد الخارجي لجسم الانسان تختلف عن درجة حرارة الجزء الداخلي خلينا نقول المعدة او اجزاء الداخلية للجسم هذا الاختلاف هذا الاختلاف بين السطح الخارجي والسطح الداخلي يولد انتقال حرارة يولد سريان حرارة يعني هي درجة حرارة جلد اليد الكف وهذا هنا درجة الحرارة اللي هي درجة حرارة الداخل هاي درجة حرارة الداخل ففرق اكو بدرجة الحرارة بين T-core هاي تسمى T-core اللي هي T-in خلينا نقول هاي T-out فهذا هيولد انتقال حرارة بالتوصيل عبر الجلد وعبر جسم الانسان الى الاطراف الخارجية من الاطراف الخارجية رح يصير عندك للهواء الغرفة رح يصير عندك convection ولمحيط الغرفة رح يصير عندك بالراد هسا جلد الانسان او المنطقة هاي المنطقة اللي هي متكونة من الدهون ومتكونة من الاسكن من الجلد والدهن الطو قيمة للكي قيمته 0.3 زين سمك هاي المنطقة اللي هو افتراض هذا مثال افتراضي حتى نقول لك انه نحن نقدر حتى نحسب درجة الحرارة عبر جسم الانسان من جسم الانسان للمحيط الخارجي هذا الهدف من عنده فلا تشوف انه المثال يذكر انه عبالك صعب وهذا التفاصيل لا انت تخيل هذا مو هون بدي تخيل هو عبارة عن حائط بس احنا نطيق هاي الانثلة حتى تعرف انه انت احنا نقدر نحسب الحرارة لأي شي كان حتى جسم الانسان نقدر نحسب من عنده التنبؤ بمقدار الحرارة ليفقدها نرجع للمثال سمك المنطقة هذه هي منطقة الاسكن اللي هي ولفات اللي هي جلد والدهن افترض معها 3 مليم خلصنا من مواصفات الجزء الصلب نجي على مواصفات الهواء المحيط الهواء المحيط درجة حرارة معطات الـ اله اللي هيت الكونفكشن هيت ترانسفير معطات زين واذا كان هنان الفلو هو واتر كذلك نعطيك H للواتر فإحنا نقدر نطبق هذا المثال سواء كانت عملية الانتقال مع الهواء او مع الماء هنان الحائط الغرفة نطيناها T وهاي قيمتها زين المطلوب من عندك عندما يكون الشخص جالس في منطقة هواء ساكن درجة حرارة هذه معطات ما هو حرارة حرارة يعني درجة حرارة جلد الإنسان كم قيمته راح يشوف هاي درجة الحرارة شو راح نقدر نتوصل إليها هنا راح تعرف فائدة السيرفيس بلانس السيرفيس بلانس هنان راح نقدر نقول الكيو الموصل الجاية بالتوصيل تساوينا الكيو رادييشن والكيو كون كون ماشي هذه هي الصيغة الكيو كون 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 تساوينا الكيو كون 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 زائد الكيو رادييشن زين نقل إلى هذا الطرف ساوينا المعادلة للصفر مثل ما كتبت هنا عوضنا الكيو كون دكشن هي الكي دلتا تي L ال H و ال رادييشن راح تلاحظ انه هذه المعادلة بدون ايريا والسبب انه احنا الايريا هنا اعتبرناها يعني دا نحسب الهيت فلاكس من نحسب الهيت فلاكس دا تباوع بدون يونت ايريا ليش لانه هاي كلها هي بوحدات الواط على متر تربيع اذا ما احتاج الايريا هذه المعادلة اللي هي هذا الجزء conduction هذا الجزء convection وهذا الجزء radiation solving to find TS راح نسوي ترتيب رياضي من خلال هذا الترتيب الرياضي من خلال هذا الترتيب الرياضي راح نقدر نعزل TS يساوي انه المقادير بس مجرد ترتيب الرياضي هذا الترتيب الرياضي راح اتركه لكم تحاولون انه توجد شون تقدر تخلي TS تساوي هذا المقدار طبعا احنا ما راح نتعامل بهذه الدرجة من الصعوبة معاكم يعني احنا بكل بساطة انا اقدر اططيك نفس المثال اقدر اططيك نفس المثال بس الغي تأثير رادياشن يعني اقول لك انه الكيو رادياشن هي ما مطلوبة من عندك وبالتالي راح يكون عندك هنا مقدار هذا كله يذهب للصفر وبالتالي عملية ايجاد T سيرفس راح تكون عندك جدا سهلة وهذا المطلوب من عندكم انه انتو حاليا تلغون ايجاد TS بادخال الرادياشن والمطلوب من عندكم هو حساب TS عندما يكون الرادياشن هو مهمل اهمال الرادياشن شلون راح نوجدها راح نوجدها عن طريق الكي تي اي ناقصا TS over L تي اي هايا تي اي هذا TS نحن نبحث عنه يساوي H TS minus T infinity راح ننقل وسطين في طرفين راح يصير عندك K LH LH يساوي TS minus T infinity T TI minus TS هذا كله مقدار راح نرجع مرتل لخ نضرب TI اللي هي معلومة في هذا المقدار K L H T ناقصا نفس المقدار خلنكتبها بشكل أوضح نكتبها بشكل أوضح راح يصير عندك أول شي خلن نفترض أنه إحنا عدنا الكي تي آي ناقصا على أيل يساوي أنه تي آس تي آنفينيتي إذا افترضنا أنه إحنا الـ H والـ L والـ K هي قيمة قيمة موجودة هذا قيمة الـ K وهذا قيمة الـ H إذا افترضنا هو هو وقيمة تي آنفينيتي أيضا معطات فراح يصير عندنا K L H راح يساوينا فد كونستاند فد رقم معين ماشي هذا الرقم راح نفترضه هو C رقم فصار عدنا C مضروبه في Ti يساوينا TS-T واضح فصار C في Ti أيضا هو CTS يساوينا TS ناقصاً T وابتالي تنقل TS وبتالي تنقل TS تنقل TS لهذا الطرف وهذا هنا لهذا الطرف وتطلع TS تساوينا مقدار يمكن أن تحس به وبالتالي عرفنا من خلال Surface Balance شون نحسب درجة الحرارة السطح إن شاء الله نلتقي بالمحاضرة القادمة ونتكلم بعد أكثر عن كيفية ربط الهيت ترانسفير مع الثرمو داينميك وننطلق من بعدها وننطلق من بعدها إلى حساب الـ وكذلك نشير إلى طريقة الربط ربط أكثر من جسم صلب مع آخر أي انتقال الحرارة عبره أكثر من جسم صلب وإن شاء الله أتمنى من حضرتكم أنه تطلعوني تعليقاتكم حول المحاضرة إيجاباً أو سلباً حتى أنا أقدر أصحح أو أقدر أضيف بعض المعلومات إذا صارعتكم نقص بالمعلومات إنه مش موسط لكم بشكل واضح فأنتظر تعليقكم على الفيديو شكراً